السلام عليكم بنات مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ومرحبا بالناس جديد ومرحبا بالناس اللي كانوا دي جامل تحقن بالقناة وكان نشكر الناس بزيب اللي كيدعموا هذا القناة وكيشجعوني ولي كيبارتاجيوها مع الناس وحدين اخرين مع الاصدقاء اتعوهم باش يلتحقوا بالقناة كان شكركم بزيب اليوم غنشارك معاكم وصفة عشهده على الطريقة الامتعي هي اللي غدي تصيبها قدامكم ان شاء الله اتمنى انها تنال اعجاب تاعكم بالنسبة المقادير غنحتاجوا 1 كاس لارو بتاع عصر الليمون 1 كاس زيج 1 كاس ساندة خمارة وبيضة والقشور تاع الحمض وغدي نبدأوا على باركاتي الله و بسم الله اول حاجة غل بدا بها غاز بدا بها ماما هي ذيك البيضة غدي تطربها وبوحدها ومن بعد غمضة نضيف المكونات الاخرين اللي باقعين من بعد ما اضربت تلك البيضة هنا اضافت كاسة الساندة وهذه تضربهم جيد سينسجموا مع بعدياتهم من بعد البنات منسجموا للمكونات هنا ماما اضافت كاسة الزيت ومن بعد ضافت كاس لارو بتاع عصر الليمون ومن بعد ضافت كاسة القشور تاع الليمون وهنا اللي بنات تستعملوا حتى القشور تاع الحمضة هما كيف يزوين كاعدة واحد نسمة رائعة للشهدة وهنا غدي ضاف خاملة الحلويات من بعد ما نسجمتنا جميع المكونات غبنا نضيفو دبهنا الطحين ما كناش واحد الكمية محدودة كنقا نضيفو على حسب الخالط حتى كي تشمع لنا ومن بعد ما نتجمع لنا خالط البنات سنرى العجين تاعنا كي تاضبا الحجم من بعد ما خملت لينا العجين من بعض ما حدث كي تقدمت على الطاول كي لا تلصق العجين في اليد و تكون قوية صغير و تستطيع تدريجيا بالترتيب حتى تعمل لك الطاوة و المكلة وهذا هو الشكل قبل النهاية شكل نهاية للشهداء اضطلنا المعلومات اضطلنا و المكلة و الملح فران و حتى و اضطلنا و اضطلنا بذلك اضطلنا بصورة و هذا هو الشكل نهاية لشاركة معكم ماما اتمنى انها تنال اعجابكم بالنسبة لبنات الشهدة فاش كتخرجوها من الفران كتكونوا دي جاقها ديتو السيرو اللي اعطيتكم المقادر توعو كتدهنيها بشوية تاع السيرو وكتدر دري فوقها شوية تاع الكوك وتزين كيبقى على حساب الاختيار اتمنى انها تنال اعجاب بتاعكم وتجربوها بنسبة هاد الوصفة تاع الامتاعي مضمونة من مئة بالمئة اتمنى انكم تنتو ما تجربوها وتستقليكم وما تنسوش انكم ما تشجعوني وما تبخلوش عليا بلي وبشي كومونتار زوين اللي خليني انزل القدام وسبغتاجوها مع الاصدقاء تاكم وشكرا بزب اتمنى ان هاد فيديونا لعجاب بتاكم ويلقاكم في احسن ظروف ان شاء الله يارب